سأعكس عليها. أنا أعطي مثال. سنحن نتحرير كلي العملة مننا. سنحن نتحرير عام أو عشر سنين من 7 سنين أو 15 أو عشر سنين. سنحن نتحرير كلي. ماذا يعني التحرير كلي في نظري؟ هو التخفيض من العملة الدرهم. نحن نعاني أن الواردات تشكل دعفين من الصديرات. قيمة الصديرات تبلغ 245 مليار الدرهم. في حين أن قيمة الواردات تبلغ 435 مليار درهم بمعنى أن نسبة تغطية الواردات السادية تبلغ 56% وهذا في حداته خطير ثانياً، نحن لم نكن لدينا الاكتفاء الذاتي في المجال الطاقي والغذائي إلى غدالة قدر الله وقعت أزمات وقعت حروب الأوبك قرأت أنها تزيد تخفض من الإنتاج النفط الخام الأستاذ يقول لك بأن إزاء الأزمات دي باسة 100 دولار أستاذ يذكر بأن هذا النظام من شأنه يعطي مناعة للاقتصاد إزاء هذه الأزمات بالضبط من أجل شرح المشكلة للمواطن البسيط الفرق هو أنه عندما كانت تقع أزمات على الصعيد الدولي في نظام السعر التابت كانت ما يسمى بالاحتياطيات بنك المركزية التي كانت تقوم مقام المواطن يعني أنه كان بنك المغرب يحاول على أنه يخرج من الاحتياطية النقدية دياله يعني بطريقة مبساطة لأورو أو للدولار العملات الأجمنية بحيث أنه الأزمة المواطن ما يحش بها الآن بني كندزل السعر السعر في المارين سعر السعر محدد في 9.5 ارتفاعا وانخفاضا فهذا الإطار هذا كتكون أكثر مرونة شنو كتعني أكثر مرونة؟ أكثر مرونة يعني أن المواطن في الأخير هو اللي غادي ياخد صدمة لا صدمة على المواطن يعني بطريقة أخرى إذا أخذنا المثال اللي يعطى الأستاذ هو أنه مصر يعني مثلا في مصر المواطن ألقى بأن المواد الغذائية والمواد التي يجيون من الصادرات في أغلب الأحيان من الواردات في أغلب الأحيان الأتمينة ديالهم طلعات الأتمينة خيالية في بلاغ وزارات الاقتصاد والمالية في هذه النقطة تحديدا نقول بأن هذا الانتقال إلى نظام الصرف المارين من شأنها أن يعطي مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المناعة يعني أن المواطن عندما يلقى بضاعة الثامن ديال أغلب السوق الدولي علي أن يبحث عن باديرين في السوق الداخلي هذه هي قوة أي المحافظة على الصدمات فالإطار عندما يكون مثلا نأخذ أي بضاعة واردة من السوق الخارجي الثامن ديال أطلع فأنت كتمشي الوحدة البضاعة التي هي ممكن تعوض هذه البضاعة وكتخدم السوق الداخلي فالإطار ماذا ستوقع يعني أن الواردة تتقل من ناحية هذه البضاعة والإنتاج ديالك الداخلي للبضاعة التي هي معوضة للبضاعة التي لم تأتي في الواردة كالإنتاج تزاد وفي هذا الإطار بمعنى الإنتاج تزاد الصادرة تزاد وعجز الميزان تجاري ينقص بطريقة أخرى هل يوم نسيجنا الإنتاجي من شأنه أن يقدم بدائل إذا لا سمح الله كانت هناك أزمات ارتفاعات في أسعار المواد التي تستهلكها الأسار وهي مستوردة وأن يقدم بدائل لها محلية الصنع وبأثمنة لنقول تنافسية بطبيعة الحال نتحدث في نقطة الصدمة بنك المغيب والحكومة المغيبية كانت تتوفر على ما يسميه الاقتصاديين الدخيرة الحية المدخارات من العملة الصعبة تتصدى بها في سوق الصرف لأي تقلبات في سعر الدرهم الآن الحكومة المغيبية أخذت هذا الإجراء في حدود معينة لأن الصدمة جزء من الصدمة تتحمله الحكومة وجزء آخر من الصدمة على المواطن أن يتحمله هذا هو ما يعني بالصدمة إن تتقاسم يعني أن حكومة تتحمل جزء من الصدمة في حال ما إذا ارتفع سعر في حدود جزء فصيلة 5 إذا تجاوز جزء فصيلة 5 سوف تتدخل الحكومة لكن في نطاق في نطاق هذا أما في غير هذا النطاق فعلى المواطن هو الذي يتحمل الصدمة هل نحن جاهزون بهذا الإجراء؟ هذا الإجراء كان مرتقب وكان أن الحكومة كانت تضعه في الحسبان منذ سنوات هي ترى أن الوقت مناسب على اعتبار توازنات الماكرو اقتصادية بأنها تحت سيطرة لكن هل سيضيف شيء إلى الاقتصاد الوطني؟ برأيك أنت كخبير اقتصادي هل سيضيف شيء إلى الاقتصاد الوطني؟ نأخذ مثلا الصادرات المغربية الصادرات غير مرتبطة بشكل مباشر بإجراء مثل إجراء سعر الصرف لأن تنافسية المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني مرتبطة بالعديد من الإجراء وما هذا إجراء يتفاعل مع الآخرين بالنسبة لجذب الاستثمارات الخارجية قدرة اقتصاد ما على جذب الاستثمارات ليس مرتبط بمرونة سعر الصرف وإلا لكانت هناك دولة في إفريقيا قيمة عملتها جد متدنية لكانت قبلة للاستثمارات الأجنبية في حين أن هذا الإجراء يمكن أن يؤثر بشكل المع على القوة الشرائية لأن المواد التي سوف يستوردها المغرب سوف ترتفع أسعارها في الأسواق الداخلية وبالتالي انظر هناك تفكيك لنظام الدعم إلى حد ما تخلي عن صندوق المقاصة ومن بعد في جميع التجارب مصر وسودان هناك تفكيك صندوق الدعم وبالتالي المرور إلى تحرير وفي كل هذا المواطن يؤدي بطبيعة الحال إذن أن تتقاسم الخسائر بين الحكومة سوف تتحمل الحكومة والجزء من الصدمة سوف يتحمله المواطن ترجمة نانسي قنقر